أيا الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا نخش في الموضوع على طول زي أن عرضة كان واحد من أسوأ أيام مصر والأمة العربية زي أن عرضة كانت هزيمة العرب الكبرى في 5 يونيوم لما فقدت مصر في 6 ساعات سيناء وفقدت سوريا الجولان وفقدت فلسطين والأردن الضفة الغربية والقدس واستشهد الآلاف حوالي 20 ألف شهيد مصري بتكلم عن مصريين في أكبر التقديرات الحقيقة اللي راحوا الهزيمة دي ما كانش بس هزيمة لمصر ولا لسوريا ولا اتخذت جزء من الأردن ولا غيره إنما كانت هزيمة أثرت على العالم العربي كله كسرت العالم العربي من مراكش للبحرين اسأل كده وشوف تأثير الهزيمة دي على الكويت على السعودية على البلاد دي كلها الهزيمة كان لها بعض أكبر من الهزيمة العسكرية كانت هزيمة جيل كانت مع نوياته في السماء وهو سامع مكلسوم بتغني لناصر الله معاك ومعاك قلوبنا وعشان تعرف إنها سبوبة جيش العروبة يا وطن والحاجات دي نرجع تاني للفيديو عشان نزبط لك إنها نحتية مش أكتر غنى وغنى مش حلو مش من القلب مكلسوم عشان نزبط لك ده نرجع تاني يا ميزو للفيديو ده اللي خليك نقف زي ما احنا وقفين كده فكس كله دول دول عازفين التشيلو كانوا تقريبا ثلاثة ودول الوتريات الكمانجات ما شاء الله وعم عظم ورقة على الكونتر باس الراجل ده بيعمل إيه بقى الراجل ده ماسك ورقة بيملي مكلسوم الكبلهات أم مكلسوم مش حفظة أم مكلسوم اللي كانت حريصة على اختيار اللفظ أم مكلسوم اللي رفضت أغاني للشعر الكبير مأمون الشناوي أم مكلسوم اللي غيرت في قصيدة لأبو فرس الحمداني غيرت في قصيدة في الشعر العربي أم مكلسوم اللي كانت بتدقى في اللفظ ومين اللي لحن لها طلقت تنحت وعشان مش حفظة اللي غنوة جاي برأخ ده بيمليها الكبلهات بيمليها وقعد جنب عم سالم بتاعناي مأساة فلسطين لو رجع خطوطين لورها هتلاقيه بيمليها بقه مأساة فلسطين معلش بس خليها فل سكرين عشان الناس تشوف والله خليك شايف شايف بيمليها بقه مأساة فلسطين المهم يا حضرات كانت نحتاية للضحك على أكلة التبن أكلة الكلأ وكانت الجماهير مصدقة شوفت التسقيف قد ايه وكانت بتهتف بالشوارع بالنصر وكانت المنشطات ننتظر المعركة على أحر من الجمر كانت الجماهير منفعلة كانت الجماهير سخنة جدا المشهد ده يا حضرات اختلف ايه المشهد ده عن تلاتين ستة الناس مسدقة والمنشطات طلعت تتقول ننتظر المعركة على أحر من الجمر زي النهار ده كان الكلام ده حضرات اننا ننتظر المعركة على أحر من الجمر ليعرف العالم أن الجندي العربي هو المقاتل الشجاع الباسل البيان البحري مقدمة لعمل حربي وستصدى الأمم العربية كلها لأي عدوان وكانت آلة الخداع الكذابة بتاعة نشأة الديهي واحمد موسى بس كانوا إليجنت قوي كيشغلين على بيانات مضروبة بالنصر الزائف قبل ما يسحى المجتمع العربي كله على أكبر هزيمة في تاريخ مصر وتاريخ العرب فضل به قادي المنشتات بدأت المعركة إسرائيل تبدأ العدوان في الساعة التاسعة من صباح اليوم الطائرات الإسرائيلية أغارت على القاهرة وأنحاء الجمهورية طائراتنا وأسلحتنا المضادة للطائرات تتصدى لطائرات العدو كلنا رجل واحد خلف القائد في المعركة أسقطنا بقى فوق هاي الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب القوات العربية طوقت منطقة النقب وتواصل زحفها الجيش السوري يدمر مواقع العدوان داخل الأراضي المحتلة تمهيدا للقوات الزاحفة أمريكا وبريطانيا تشتركان في العدوان مظلة جوية من طائرات أمريكا وبريطانيا اللي بعده القتال مستمر عشر مليمات سنحقق أهدافنا عبد الناصر يؤكد تصميم الجمهورية العربية المتحدة وجيشها على تحقيق الأهداف العربية المشتركة اتصالات مستمرة بين القاهرة وبغداد والملك حسين ملك حسين الملك حسين وتم ضرب الطيران وقبالة الجيش المصري وتعذيب الأسرة زي الحلاوة في ساعات قليلة جدا الطيرين كانوا بالليل صهرانين في حفلة كان في حفلة معمولة في القاعدة الجوية كانت لحد ساعة ست الصبح غنى فيها مهر العطار وناس كتير قوي وراحت ناس من الجيش ووصلوهم وكان فيها رأس شرقي كانت أردغانة بيه ننتظر المعركة أم كرسون بتقني جيش العروبة يا وطن و الله معك وهم صهرانين بالليل حيث الرأس الشرقي ودبح الخرفان كانت رائحة الشواء تملأ المكان لدرجة لما اتضربت القاعدة الجوية أو المطارات بتاعتنا كانوا الطيارين طالعين بالغيرات الداخلية ما يلحقوش يروحوا لحد المكانة يدوروها أو الله ارجعوا بس المذكرات القادر عسكريين الشعب تحت بيأكل تبن وبيغسله دماغه وهم صهرانين لحد الصبح في حفل ساهر أحياته الراقصة الفنانة العالع وأحيان مطرب مع العطار ومش عارف مين كمان وصهرانين للصبح بيغنوا والصبح قبل ما يروحوا يعني بعد الفطار أو قبل الفطار بدأ الضرب عشان ما تشكش في كلامي إنهم صاروا يوم 4 يونيو حتى السادسة صباحا ارجع للجرايد في حفل موسيقي كان بقيادة المايسترو صلاح عرام وشهر زاد ومحرم فؤاد مع العطار وأحياته الراقصة اللولبية زينات علوي مات في الهجمة دي مات فيها ما بين 15 إلى 25 ألف جندي مصري بس في مصر أسباب الهجمة كانت كتير جدا سواء الدكتاتورية وحكم الفرد ورغبة عبد الناصر في الزعامة حتى لو قامر بالشعب والجيش لكن فيه سبب تاني رئيسي من أسبابها النكسة دي وهو الصراع ما بين المؤسسة العسكرية اللي كانت بيقودها وصاحبها وصاحب أملكها عبد الحكيم عامل وأولاده ومع بين مؤسسة الرئاسة اللي كان بيقودها وصاحبها جمال عبد الناصر وأولاده يعني كان فيه صراع ما بين الاتنين دول مؤسسة الرئاسة والجيش وزي ما بيقول الفريق الشازلي اللي لمح لمحاولات ناصر عشان يوقف نفوذ عامر قبل النكسة ولكنه فشل ده اللي قاله سعد الشازلي جمال عبد الناصر حاول في مرحلة من 41 أن يحجم من سلطات عبد الحكيم عامل ولم يستطر مثلا بعد العملية الانفصالية مع سوريا عام 61 أراد جمال عبد الناصر أن يحجم المشير عبد الحكيم عامل فأراد أن يأخذ قرار من مجلس قيادة الثورة أو مجلس السيادة كما كان يسمى في هذا الوقت بأن ترقية من ردبة عنيد ثم فوق تكون من سلطة رئيس الجمهورية وتعيين القيادات تكون من سلطة رئيس الجمهورية فعبد الحكيم عامل رفض هذا ورح أعجب بيته ورح أقعد في مرسى مطروحة وصنه وحاجة زي كده فجمال عبد الناصر ابتدى هو اللي يتراجع وهو اللي يطلب من أعضاء مجلس قيادة الثورة أن يقنعوه بالعودة وأن يبقى الموقف كما عليه هذا يعني أن رئيس الجمهورية غير قادر على أنه يفرض سيطرته عن قوات مسلح وبالتالي عبد الحكيم عامل كان بيجنب جمال عبد الناصر عن السيطرة عن قوات مسلحة وكان السيطرة شبه كاملة لعبد الحكيم عامل وده اللي قاله مع هيكل في كتابه مبارك من المنصة إلى الميدان قال بالنص كده في الكتاب أن عبد الناصر قال إذا كان عامل معاه الجيش فأنا معاه الشعب واحد من أهم مظاهر الصراع ما بين الجيش والرئاسة هو الصراع على السياسة السيطرة السياسية انخراط العسكريين في السياسة عن طريق أنهم يبقوا وزراء محافظين والهدف التاني كان السيطرة على الاقتصاد وانشغال الجيش بالتهليب وابتعاده عن مهمته الحقيقية وده اللي قاله واحد من أبطال مصر التاريخيين لأن أنا باعتبر أن الراجل اللي يتكلم دلوقتي ده واحد من أهم العساكر اللي أنجبتهم مصر في تاريخها بل أنه واحد من أنقى قواد الجيش المصري في تاريخه كله الفريق أو الفريق تقريبا عبدالغاني الجامسي اتجاه اتجاه خاطئ بحكم ان اتجاه للسياسة أكثر من العسكرية أنه انعكس على القوات المسلحة لما جات حرب يوني 67 كان في وضع صعب لا يعلم المعلومات الكافية عن العدم ولا يعلم المعلومات الكافية عن كفاءة قواتنا المسلحة ما عرفش إذا كان رؤو أو مشير أو لا لكن عمحمد عبدالغاني الجامسي هو واحد مشير هو واحد من أنقل قادة العسكريين في تاريخ مصر النهاردة بقى حضرات هناخدكوا في جولة عن الصراعات العسكر اللي كانت السبب الأهم في حاجات كتير جدا هي السبب الأهم في النكسة اللي احنا فيها لحد بقتي هي كانت واضحة جدا في نكسة 67 أو في مقتل السادات أو في النفوذ الاقتصادي للجيش أو في النفوذ السياسي للجيش هي نكسة مصر الحالية عشان ما حدش يقول لي الجيش من الشعب يقيد واحد عشان ما حدش من أكل تتبني بعد كده يكلمني عن أن الجيش مؤسسة شريفة سوري لا تقبل هذا الكلام الجيش مؤسسة زي أي مؤسسة زي القضاء زي الصحافة زي أي حاجة جواها ناس بتتسارع مع بعض الجيش من 52 بيعتبر نفسه هو صاحب البلد دي عشان نفهم ده احنا محتاجين نفهم أشكال الجمهوريات العسكرية اللي مرت على مصر عشان نفصص لك الصراع شكل الصراع اللي احنا بندفع تامنه لحد النهاردة في باحث اسمه ماجد مندور عام الكتاب بالانجليزية اسمه مصر في عهد السيسي أمة على حافة الهاوية الكتاب دي موجود يا حضرات بيكلم على جمهوريات العسكر تلاتة أو الأشكال دي يعني أهو الكتاب أهو العسكرية الشملة هاتلي بقى اللي تحت الله خليك اطلع آه يستند مندور إلى تصنيف الباحث سموئيل فينر أشكال الأنظمة العسكرية بناء على دور الجيش في السياسة أنهم تلات أشكال الأنظمة العسكرية غير المباشرة الأنظمة العسكرية المزدوجة والأنظمة العسكرية المباشرة مبارك والسادات بيندرجان تحت الفئة التانية اللي هي الأنظمة العسكرية المزدوجة لأن الجيش بيشارك السلطة مع الحكومة المدنية بينما كانت الفترة التي أعقبت الإطلاع بمبارك تحت حكم عسكري مباشر وعبد الناصر كان مفهومه نظام عسكري مباشر النظام العسكري الحالي بتاع السيسي يحاول استعادة جوانب من العسكرة الناصرية بشكل شمولي مع تركيز أقل على العدالة الاجتماعية والمناهضة الامباليلية ده يا حضرات أشكال العسكر الثلاثة ده شكل الجمهورية أما شكل الصراع بين السلطة والجيش على الحكم والسياسة والصروة ففي كتاب تاني اسمه الجيش والديمقراطية في مصر عدد كبير من الكتاب كتبين في أبحاث منهم الباحث اللي جبناه هنا في برنامجنا روبرت سبريمبرغ الراجل ده بيشرح تفاصيل الصراع ما بين الجيش وما بين الرئاسة من عصور ناصر والسادات ومبارك وما أصالش للسيسي قوي ده البحث بتاع روبرت سبريمبرغ ده الراجل ده اللي جبناه هنا واللي قال في 2018 في برنامج مصر النهاردة لأول مرة مصر تواجه خطر وجودي هو الراجل ده نشوف بقى هول جيش والديمقراطية في مصر المحارر دكتور رحمل عبد الله اللي شاركوا فيه دول أسادزة وهم ليهم أبحاث جوه عن القصة دي هو صادر عن دار مش عارف هيبيتها للنشر نشوف بقى البحث اللي قاله الراجل روبرت عن الصراع ما بين الجيش والسلطة والرئاسة في مصر من عهد ناصر لحد وقت الكتاب بيحكي عن القصة دي حضرات وعن منذ عام 52 حتى 67 فعهد عبد الناصر كان الجيش بلا منازع أقوى عنصر مؤسس داخل النظام السياسي ده اللي بيقول كده روبرت حيث أفرز الأعضاء الأساسيين في النغبة الحاكمة كما دافع عن نفسه بنجاح ضد كل محاولات فرض سيطرة عليه من خارجه فلم يسمح أبدا للحزب الرسمي الاتحاد الاشتراكي بالعمل داخل الجيش وعندما حاولت العناصر النشطة داخل الاتحاد الاشتراكي أن تقود البلاد إلى الاتجاه اليساري سنة 66 وضع المشير عامر على رأس اللجنة العوني لقضية الإقطاع وضع يعني خشية أن يؤدي بها الراديكاليون في الاتحاد الاشتراكي إلى وضع يتعذر فيه السيطرة عليها وبعد الأداء المأسوي للجيش في يونيو 67 وما تلاه من تخلص من عامر وشبكة أنصار من الضباط قل الدور السياسي للجيش إلى حد كبير إلا أن النفوذ السياسي للجيش ظل قائما وكان على إزاحة العسكريين من النظام السياسي أن تنتظر وصول السادات يعني من 52 الجيش مسيطر سيطرة كاملة على البلد عرض الوزراء في حكومات عبد الناصر أغلبهم عسكر المحافظين عددهم الأغلبية عسكر الجيش لا يسمح بدخول السياسة داخل الجيش الجيش لن يسمح أو لم يسمح بدخول الطيار اليساري جوى الجيش خالص الجيش هو صاحب البلد النتيجة نكسة 67 نفس القصة دي رصدها الدكتور رمزي ميخايل في كتاب اسمه تاريخ السياسة والصحافة في مصر بيرصد فيها الصلاحيات الكتيرة لعب الحكيم عامر داخل البلد ده غلاف الكتاب بتاع الدكتور رمزي ميخايل تاريخ السياسة والصحافة في مصر من هزيمة يونيو لنصر أكتوبر الدكتور رمزي ميخايل بيقول الدكتور رمزي على فكرة من هيئة الكتاب بيقوله سنوات الانحضار الطريق إلى الهزيمة في الأجهزة خامساً القوات المسلحة تعازم دور المؤسسة العسكرية حيث تولى المشير عامر القائد العام للقوات المسلحة ونيابة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والهيمنة على مجلس الدفاع الوطني ورئاسة الرقابة العليا للدولة ورئاسة لجنة تصفيت الإخطاع ورئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم وهيئة النقل العام ده ما سابش حاجة عامر ما سابش أي حاجة ده اللي بيقوله الدكتور رمزي ميخايل نرجع لدراسة الدول الأستاذ روبرت سبريمبرج اللي هو الجيش والديمقراطية في مصر بيحكي بالأرقام إزاي كان الجيش مسيطر على وزارات الحكومات والمحافظين ومؤسسات الدولة أيام ناصر وإزاي السادات لما رجع أو لما جاه حاول يحجم النفوذ والانتشار ده إحنا رصدنا لكم بالأرقام تحولات الصراع ده ما بين الجيش ومؤسسة الرئاسة في الجراف ده من حماية الحدود إلى السياسة والاقتصال مقارنة بين عصري عبد الناصر والسادات الجيش من حماية الحدود إلى السياسة والاقتصال عبد الناصر 30% قيادات عسكرية في عرض الوزارات السادات قلصهم إلى 13% 2 قيادة عسكرية فقط في آخر حكومات ده كلام روبرت سبريمبرج عبد الناصر 22 عسكري من إجمالي 26 محافظة يعني 22 محافظة من خلفية عسكرية لما جاء السادات قلصهم إلى 5 عسكريين من 26 محافظة عدد الجهاز الحكومي انتشر العسكر في عهد عبد الناصر في الجهاز الحكومي لما جاء السادات قلص العسكر في الجهاز الحكومي في الشركات والمؤسسات انتشر كل الخلفية العسكرية كرؤساء إدارات مجال إدارات في الشركات والمؤسسات السادات لما جاء استبدلهم استبدل بالمدنيين بالمحالين للتقاعد من الضباط ده الفرق ما بين سيطرة الجيش في عهد عبد الناصر وتقليص دور الجيش في عهد السادات تخيل في عدد الوزارات 30% من الوزارات كان عساكر في عدد المحافظين 22 عسكري محافظ من 26 محافظة ده غير انتشرهم في الجهاز الحكومي وانتشرهم في أغلب مجالسات الإدارة الكلام ده مش كلامي ده كلام روبرت سبريمبرغ في الكتاب ده كمان الكتاب بيحكي جزء مهم عن التقليص اللي عمله السادات في الجيش والتقليص ده ما كانش الوجه الله لكن السادات بعد الحروق وبعد دخوله في لعبة السلام شاف ان عنده فيل ضخم هو مش محتاجه اسمه الجيش فبدأ يقصص في اجنحاته عشان الجيش ده ما بقاش خطر عليه ده مش كلامي ده كلام روبرت سبريمبرغ اللي بيقول بالنص كده اهو الرئيس والمشير العلاقات المدنية العسكرية في مصر اليوم دكتور روبرت سبريمبرغ حين تولى حسني مبارك الرئاسة خلفا لأنور السادات في أكتوبر 18 كان الاضطراب يسود العلاقات المدنية العسكرية وقد أثار سعي السادات إلى إقرار سلام منفصل مع إسرائيل عقب حرب 73 تساؤلات مهمة حول دور الجيش في المستقبل وحول حجمه ومصادر التسليح فمصر لم تعد في حالة حرب ومن ثم فهي لن تكون في حاجة إلى مؤسساتها العسكرية الضخمة وعلى مدى العقد التالي للحرب تناقص عد الرجال تحت السلاح حيث بدأ السادات في تحويل الجيش إلى قوة ضاربة سريعة يمكنها تدخل في القرن الإفريقي أو منطقة الخليج أو ليبيا بيحكي الدكتور نكمل معاه بيقول وكان من المحتم أن تثير تغييرات بهذه الخطورة مشاعر مختلطة داخل صفوف الضباط فتحت شعار كل شيء فتحت شعار كل شيء من أجل المعركة كانوا قد أكدوا أولوياتهم في الأحقية بموارد الأمة أما الآن فسيصبح الجيش مجرد جهاز حكومي يسعى إلى مجرد حصة من المخصصات المتاحة بيحكي الدكتور روبرت عن وصول الصراع ما بين الجيش وبين مؤسسة الرئاسة لمرحلة الخطر وعدم الثقة وده اللي حصل بين السادات وكل قارة الجيش اللي اشتغلوا في عصره وإزاي كان مجغول السادات بلعبة تغيير الكراسي عشان يأمن نفسه ده اللي بيقوله الدكتور روبرت برضو في الكتاب وفي حين عملت سياسة السادات المتمثلة في السلام والانفتاح ضد الدور المتميز للجيش بينما مالت سياسة عبد الناصر النضالية المرتبطة بسيطرة الدولة على الاقتصاد إلى مساندة هذا الدور كان يتعين أن تفرض عملية الإزاحة على الجيش وتفرض وحتى يأمن السادات أي ردد فعل مفاجأة كان يعمل دائماً إلى تغيير قيالات الجيش فقد وضع وزير الحربية محمد فوزي في السجن سنة 71 وعين بدلاً منه الفريق محمد صادق وبعد عام ألقى القبض على صادق بعد أن تأكد السادات من ولاء رئيس الأركان سعد الشزلي وبمجرد أن ضمن السادات ولاء وزير الحربية أحمد إسماعيل أبعد الشزلي إلى المنفى وبعد وفاة أحمد إسماعيل في ليسمبر تولى الفريق أول محمد عبدالغان الجمسي واستمر الجمسي ومعه رئيس أركان محمد علي فهمي حتى 78 عندما تطلب توقيع كامب ديبد قيادات عسكرية أكثر ملونة فأصبح كمال حسن علي الذي كان رئيساً للمخابرات في ذلك الحين أصبح وزيراً للدفاع لفترة قصيرة ثم أصبح وزيراً الخارجية ثم توفى خليفة كمال حسن علي الفريق أحمد بذوي الذي كان يتمتع بالشعبية توفى أو قتل مع 12 من ضباطه إصر حادث هليكوبتر في مارس 1989 وحل محله الملحق العسكري في واشنطن محمد عبدالحليم أبو غزالة بيحكي الكتاب وده الأهم ليه السادات حاول يقلص الجيش السادات ومؤسسة الرئاسة ودور الجيش السياسي والاقتصادي وتقليل امتيازاتهم وإزاي كان فيه حالة غضب في الجيش أدت إلى ما يشبه التواطئ على قتل السادات أو على الأقل السماح بقتله أنا مش بحكي حاجة من عندي ده روبرت سبريم بورجي في نفس الكتاب وهذا السجل يوعي بالتوتر وعدم الثقة بين السادات وقائده العام ويربط بعض المصريين بعدم الردى العام في الجيش وبين اغتيال السادات في أكتوبر 18 وأيما كانت حقيقة هذه الأمور فالأمر المحدد أن مبارك قد ورث جيشا مضجرا فلم يتناقص فحس حجمه ودوره وإنما أيضا لم يسفل الجدل حول المهام الإضافية التي يمكن للجيش أن يقوم بها عن نتائج ملموسة كما أتى تضخم على مرتبات العسكريين فكما يذكر محر الغربي عام 82 بن قسين يمكن لسكرتيرا جديدة تعمل في شركة بترول أجنبية أم تحصل الآن على دخل أكثر مما يحصل عليه عقيد في الجيش ده كان سنة 82 وفي أوائل ذلك العام أضرب الفنيون بالدفاع الجوي في أربع قواعد عسكرية احتجاجا على تغيير لإحدى الترقيات وقد سعى مبارك على الفور لإعادة مكانة الجيش ونفوزه لكن سمن ذلك الذي دفعه من نفوزه الشخصي أصبح أكبر مما كان يتوقع في الأصل ولو قلت إن تلميح روبرت إن الجيش سمح على الأقل بقتل السادات لو قلت إن ده ممكن يكون وهم ممكن ممكن يكون تخمين لكن خلينا أفكرك بكلام الدكتور مصطفى الفئي اللي كان بيشتغل سكرتير الرئيس للمعلومات رئيس مبارك لما سؤل عن هالمبارك كان موافق على التوريس فقال له أنا مجنون ده يقتلوا ده يقتلوا زي السادات يعني لو كلام روبرت يعني هنعتبر أنه كلام هاكسي يعني إنما الراجل روبرت لمح قال إنه بعض المصريين ربطوا ما بين مقتل السادات وتهاون الجيش في العملية ما قالش إن الجيش يعني كان مخطط لكن قال على الأقل سمح تهاون مصطفى الفئي بيقول وعلى مسئوليته هو إن مبارك قال له أنا مقدرش عين أخلي ابن رئيس ده يقتلوه زي السادات لكن هل الصراع هينتهي لحد هنا ويطرى مبارك هيعمل إيه لما يجي مع الجيش اللي بيغلده ومبارك هيستلم حكم البلد وعلى رأس الجيش كارزمة اسمها محمد عبد الحليمة أبو غزالة كارزمة فاقت عامر بكتير إذا كان عامر كان صاحب الجيش فعاد عبد الناصر فالمشير محمد عبد الحليمة أبو غزالة كان كارزمة عن عامر كمان وكان شيخ عرب وكان حاجة كده ألاجة قوي وكان جاي أصلا من أمريكا يعني راجل بقى مثقف عاش متعلم كويس جدا يا ترى شكل الصراع ما بين مبارك وبين أبو غزالة شكله عامل إزاي ويا ترى مبارك زرع مين عشان يواجه كارزمة أبو غزالة ويا ترى مبارك كان بيتعامل مع أبو غزالة على إنه رئيس أو وزير دفاع ولا على إنه شخص طموح وله طموح في الرئاسة ومعه الجيش كله ويا ترى إيه العروض اللي عرضها مبارك على أبو حليم أبو غزالة عشان يخلعوا من الجيش ويبعدوا عنه ويا ترى الصراع بقى شكله إيه في عهد السيسي حضرات السادة كل ده نعرفه بكرا إن شاء الله مع الجزء التاني من قصة الصراع بين الرئاسة والجيش في مصر من 52 صراع مش بعيد خالص عن رفع تمن لغيف العيش عشان بكرا لما جيلك هقولك إزاي إن مبارك كان رافض قرد صندوق النقد اللي حاولت الدول الغربية تدفعه لي ولكن عب حليم أبو غزالة كان موافع عليه بكرا هتشوف إن القصة ليه علاقة بتمن رغيف العيش وقطع الكهرباء القصة ليه علاقة بتدبير الطبقة الوسطى القصة ليه علاقة بسعود طبقة الضباط والحشية وإنها تاخد مكانة وتوسع صرواتها كل ده مش بقيد عنك أبدا ده قريب منك جدا ده داخل في لتر الجاز وزس الزيت وطمن السكر داخل في الغيف داخل في الدعم لأن الصندوق لما بيقولك خد قرد أنت لما بتاخد قرد بترضى عنك الدول تانية بتنبسط منك جدا ففي ناس ترفض لأنه هيضحي بشعبيته وفي ناس تقبل لأنه هيرضي الغرب عنه الصراع ده اللي انت جواه هو صراع في الأساس ما بين الجيش ومؤسسة الرئاسة استناني بكرة بقى عشان نختم لك القصة وعشان ما تقولش بعد كده الجيش مؤسسة مش عارف عاملة ازاي انسى القصة دي نفوق بقى ونتفتم ونعرف أن الجيش مؤسسة زي أي مؤسسة ولكن الجيش المصري أصبح زي نبلاء القرون الوسطى بالزبط فالقرن الخامس الميلادي استولت قبائل الجرمان المحاربة على الامبراطورية الرومانية امبراطورية عظيمة حكمة العالم جون مجموعة من الجعارات استولوا على الامبراطورية لوها منظمة جدا معرفوش ينظموها ازاي كل محارب فيهم استولوا على حتة أرض وعمالها مملكة وهب لقى معاقواد ادى لكل قائد فيهم حتة وخلاه اسمه النبيل البرينس هو قائد الحتة دي فجأة أنا عايز منك حاجة واحدة بس تجيب لي عساكر عساكر تحارب معايا ده اللي الملك عايزه فأصبح كل نبيل بيبعث للملك اللي هو أصلا محارب جعر بيبعث له مجموعة من المحاربين ويمشي الملك ده يستعرض المحاربين اللي بعت لهم أو اللي بعتهوله النبلاء التقليد ده مستمر لحد النهاردة لحد النهاردة اي رئيس دولة بينزل في دولة تانية بيستعرض حرس الشرف هذا التقليد من القرون الوسطى هما مجموعة نبلاء بيتصرع الحكم عارف انت دقت من المرار ده ده في أوروبا بس دقت منه دقت منه حاجة اسمها الحروب الصليبية لما وقعوا دولفوا بعض وبدأوا يصع السيطرة على الصروة البابا في روما حبي يبعد المشكلة عنهم خالص فدعاهم إلى الحروب وإلى تحرير موت الصليب وقبر السيد المسيح فكانت الحروب الصليبية اللي احنا دفعنا تمنها ولازمنا بندفع تمنها مفيش حاجة بعيدة عنك اللي بعيدة عنك بس الغباء اللي بعيدة عنك بس الجهل كل حاجة قريبة منك جدا بس انت اللي مشو أخذ بالك